بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مستر نورو المعلومية سعيد أن أتوجد معكم في تقديم حلقة تكون خطيرة بعض الشيء على هواتف أندريد أولا قبل أن أبدأ في الشرح لو كانتك أول مشاهدة لقناة مستر نورو المعلومية لا تنسى الضغط على زل اشتراك أسفل هذا الفيديو وتفعيل معه خاصية الجهاز وأيضا جميع التطبيقات التي دائما نتحدث عليها تكون أيضا أسفل هذا الفيديو على موقعنا مستر نورو للمعلومية تخيل مع أخي الغالي أو أختي الغالي يأتيك أي شخص يريك هاتف خاص به ويعطيك أنه قام شخص بالاتصال به وتحدث معه لمدة معينة من الزمن ويريك بأن تلك المحادثة كانت داخلة إلى هاتف أو ذلك الشخص قام بالتحدث معه في هذا الهاتف دائما يعني هو مباشرة سوف تؤمن ذلك الشخص بأنه هو يعني ذلك الشخص هو المتصل به ولكن تعرف جيدا في حلقة اليوم بأن هذه الطريقة يستطيع التعديل عليها من هاتفه ويضع الوقت الذي يحب والمكان الذي يحب والزمان الذي يحب بأن ذلك الشخص هو من اتصل به وهو من قام بالتحدث إليه ويعطيك حتى الوقت كم تحدث معه ومن جهات الاتصال الخاصة بهاتفك مباشرة ولهذا احذروا جيدا من الشرح الذي سوف نقوم به اليوم إن شاء الله أنا أرد أن هذا الدرس يعني يكون درس تنبيهي ودرس تعليمي ليخبر يعني الكثير من الأشخاص الذي أتمنى منكم أن تنشره لتعمل فائدة ليخبر الكثير من الأشخاص بأنه يستطيع أن تكون تلك المحادثات التي كانت على هاتفه مزيفة يعني أي شخص يستطيع أن يقوم بتعديل عليها ووضع كما يشاء ويخبرك بأنه يوجد شخص اتصل به وهو لا يوجد أي شخص اتصل به يعني من الأساس ولهذا تعالى معي يتشاهد هذا الشرح ولا يعني أنا أو مستر نور المعلوميات أو قناة مستر نور المعلوميات نتحمل مسؤولية الشرح هذا في استعماله في طرق سلبية أنا سوف أضع لكم رابط التطبيق أيضا على موقعي لتتأكدوا بأن هذه الطريقة صحيحة ولا تحتاج لا روت ولا أي شيء مباشرة من استعمالها سوف تستطيع يعني تغيير في تلك المكالمات أو المحادثات بدون روت ولا أي شيء أخي الغالي ولهذا سوف نعود إلى شرح وأعود إليكم لخيتام هذه الحلقة إن شاء الله نلاحظ الآن شيء الأول الذي خاص بهذا الهاتف هو روت الشاكر لأنه تأكد من هذا الهاتف إذا كان به روت أم لا كما تلاحظ أنظر معي هذا الهاتف لا يوجد به أي روت يعني هذا التطبيق تستعمله عادي جدا تطبيق الذي نحتاجه هو اسمه يعني تدخل إلى هذا التطبيق يعطيك هنا جهة الاتصال التي الأشخاص قاموا بالاتصال بك عادي جدا كما تلاحظها من هنا أو تذهب إلى جهة الاتصال خاصة بهاتفك تلاحظها عادي جدا نأتي إلى الخانة الأولى الذي تجد عليها إلياس صحبي هو صديق لي انظروا الوقت الذي وضع أول مكالمة أنا جربتها الآن مباشرة على الساعة 12 و 38 دقيقة ليلا أنا من اتصل به لو تلاحظ السهم يعني في الأعلى نعود الآن إلى ذلك التطبيق لنجرب تلك الطريقة التي أخبرتكم عليها وجهة التطبيق سهلة جدا ضغطة زر واحدة تدخل إليه وبعدها مباشرة تذهب إلى الموكالمة التي تريد التعديل عليها هكذا مباشرة ما إن تدخل إليها تجد هنا أشياء التي تستطيع تغير فيها كان أنا من اتصل به سوف أحول هو من اتصل به أو وضع أبل أو نابس مكالمة غائبة أو ريجيت كار أنني قمت بقطع عليه الاتصال الآن قمنا بتحويلها أنني هو من اتصل به شيء آخر نضع التاريخ الخاص به نتركه نفس اليوم شيء آخر الوقت هنا سوف أغيره فقط هكذا إلى مثلا نضعها هكذا كما تلاحظ ثاني عشر إلا أربعين دقيقة نضع على كلمة أوكي وهنا ديريشن الأبل نضعها مثلا هنا خمس ساعات وهنا خمسين دقيقة وهنا ثلاثين ثانية أو أربع ثواني نجرب فقط هنا سات إداتي نفس الشيء إذا أرد تغيير حتى في اسمه تقوم بتغيير في اسمه وحتى يعني هكذا أنتر النمبر أو فروم كونتاكت تبدل ذلك الشخص بشخص آخر أخي الغريب مع أن تنتهي تضغط على كلمة إبدايت يأتيك إعلان في خمسة ثواني وبعدها تمشي طريقة عادي جدا هذا الانتهاء الإعلان أنظروا معي سوف يقوم بتسجيلها بالشكل الذي قمنا بالدخول إليه لو نعود الآن إلى فون الخاص بالمكالمات الخاصة به انظروا معي شوف الوقت كيف الآن أصبح يعني 23-39 كما أخبرتكم من قبل ندخل الديطايل الآن وتلاحظ أنظر كم تحدثت مع هذا الشخص خمس ساعة 56 دقيقة وتساء ثواني وأصبح كأنه هو من اتصل بي لست أنا من يعني كما تلاحظ هذه الطريقة التي أردت أن تحدث لي نعود لنهاية هذه الحلقة وتفهم أشياء أخرى أخي الغالي هكذا أخي الغالي أختي الغالية لقد راحت جيدا كيف قمنا بالتغيير والتعديل على المكالمات بطريقة بسيطة دون أي شيء يعني أو بدون أي تعب مباشرة أستطيع أن أعطيك تلك المكالمات وأتلاحظ كما راحتها وقمنا بتغييرها ولهذا أتمنى منكم الضغط على زي المشاركة مباشرة لنشر هذا الحلقة التعليمية والتنبيهية لتعمل فائدة بيننا وكما أخبرتكم لا أتحمل مسؤولية أي استعمال هذا التطبيق في طرق سلبية لأنك لو تفكر جيدا تجد أن هذا التطبيق يوجد به أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تعملها أنت أخي الغالي ولهذا لا أنصحه بتجربته في الطرق السلبية فهذا يعود عليك أخي الغالي شيء الآخر أتمنى منكم مشاركته كما أخبرتكم لو نالي عجبكم لا تنسوا الضغط على زر لايك ليكن تحفيز على قناتنا وكما أخبرتكم في حول الحلقة لو كانت لك أول مشاهدة لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك تفعل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله حتى الآن أنت عمين هذا الشرح سوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلام اشتركوا في القناة